بسم الله الرحمن الرحيم حب أرحب بحضراتكم احنا كنا وعدنا السادة أولية الأمور والطلاب بأن احنا هنتكلم على امتحانات الصفين الأول والتاني السنوي سواء الامتحانات اللي فاتت أو اللي هيحصل بقية الترم إن شاء الله وده اللي بنعمله دلوقتي وعلى موقعنا على فيسبوك نفس المعلومات اللي أنا هتكلم عليها وهشرحها هتكون موجودة على موقع الوزارة وفيه كتاب دوري رايح للمديريات غدا إن شاء الله فيه نفس هذه المعلومات بدقة للسادة مديري المديريات الحديث بتاعنا النهاردة جزئين جزء عن ما تم من امتحانات إلكترونية والأسئلة المحيطة بيها وكمان ما سوف يتم إن شاء الله في المستقبل القريب في باقي هذا الترم بإذن الله لو افتكرنا مع بعض اللي تقال يوم 18 فبراير لما احنا طبعا في وسط هذه الجائحة كنا بنحاول نلاقي حلول خارج الصندوق عشان نمشي العام الدراسي ونعمل التقييم بأقل قدر من التواجد أو الاحتكاك أو بأكثر قدر من الانضباط الاحترازي وعشان كده تكلمنا على معظم الفئات العمرية النهاردة هنختص بالتحديد السنوات أولى وتانية سنوي اللي في المنطقة دي امتحان فبراير تم بحمد الله بامتحانات إلكترونية في الجنب المدارس وده جزء كبير من كلامنا وبعدين هنتكلم على ما يحدث في الشهور القادمة بإذن الله أنا عاوز قبل ما نتكلم في تفاصيل كتير جدا بس اللي يهمني واعتقد أنه هو هم جدا جدا نفهمه للسادة أولياء الأمور والسادة الطلاب هي فلسفة التقييم اللي بتحصل في النظام التقييم الجديد في المرحلة السنوية علشان نستطيع قراءة الدرجات وفهم معناها لأنه معنى غير تقليدي ولا يقاس على ما كان يحدث قبله الأول نشوف مع بعض المتوسط اللي أحرزوه ولادنا في هذه الامتحانات لو إحنا بصين بلوقتي على أول سنوي هنلاقي الجدوى اللي حضراتكم شايفينه فيه بالأرقام كل النمر دي من مية متزبطها من مية يعني اللغة العربية الأحياء الكيميا اللغات تانية وهكذا فيها متوسط الدفع اللي قوامها حوالي ستمائة وخمسين ألف طالب وطالب هذه الأرقام تعتبر متوسطات عالية نسبيا لأسباب كثيرة مش هناخد فيها دلوقتي إنما أكاديميا هو ده متوسط النمر يعني مثلا حاجة زي الجغرافيا لما يكون قلم متوسط مش أعلى نمرة متوسط سبعة وتسائين أو خمسة وتسائين دي طبعا أرقام يعني صعب تحصل إلا إذا كان فيه بعض العمل الجماعي وده هنتكلم عليه بعد شوية إنما فيه حاجات تانية زي اللغات مثلا الفرنساوي الألماني عشان الأعداد صغيرة ما حصلش فيها هذا العمل الجماعي المتوسطات بتاعتها أقرب إلى المعقول من باقي المواد تعالوا نشوف تانية سنوية تانية سنوية فيها صورة مشابهة في بعض المواد المتوسط بتاعها عالي جدا لأسباب تتراوح ما بين إنه الولاد عملوها كويس اللي عملها بمجهوده أو اشترك مع آخرين فبالتالي عالي المتوسط ولكن هذه المتوسطات ده متوسط أداء ستمائة وخمسين ألف طالب في هذه المادة القضية اللي بنتكلم فيها كتير هي موضوع طريقة عرض النتيجة وقراءتنا له وده أنا الحقيقة يهمني جدا جدا نفهمه لأنه هيغير طريقة تفكيرنا إحنا وأولياء أمورنا عن المرحلة الثانوية لو فهمنا فلسفة التقييم أنا عاوز أشرح المشهد ده اللي بيجي لأي طالب أخذ المتحان في المرحلة الثانوية ونتفق مع بعض هو إيه الهدف أكيد كلنا اللي بيسمعونيه هدفهم النهائي الوصول إلى الصف الثالث الثانوي والمنافسة على تنسيق الجامعات عشان أحقق حلمي في الآخر إحنا بنجهز ولادنا تعليميا عشان يتعلموا من ناحية وعشان يكونوا جاهزين لهذا الامتحان التنافسي اللي بيعقبه التنسيق وزي ما حالتكوا عارفين التنسيق بيحقق رغبات الولاد بالترتيب من أعلى نمر بيحققوها الولاد وإحنا نازلين فطبعا قدرة أي طالب أو طالبة التنافسية اللي تسمح له أن يحقق حلمه مرتبطة بأنه يبقى في المجموعة الأعلى طيب يعني إيه الكلام ده يعني إحنا كنا معانيين في السنوات اللي فاتت بمسألة أنا جبت كم كنمرة وقفلت الامتحان ومعانيين بفكرة النجاح والسقوط إحنا في التقييم في المرحلة السنوية من ساعة ما بتدينا في 2018 بنحاول نحرر ولادنا وأولياء الأمور من الأفكار المرتبطة بالنجاح والسقوط والأفكار المرتبطة بالنمر المطلقة ليه؟ لأن إحنا جايين نتعلم من ناحية وعاوزين في الآخر هدفنا فيه دخول الجامعة اللي أنا أرغب في الانتحاق بها طيب دخولي الجامعة مرتبط بموقفي التنافسي مع زميلي يعني لازم أعرف أنا فين من زميلي هل أنا في المجموعة اللي هي أعلى 10% مش شطار ولا أنا في نص المشهد ولا أنا محتاج أشتغل على نفسي أكتر في المادة دي طريقة عرض النتيجة اللي حضراتكم بتشوفوها معنا من سنة 2018 بتوري كل طالب هو فين من زملائه وليس أرقام مطلقة الأرقام المطلقة مش مهمة بالنسبة لنا ولو جال التنسيق تقدير عام مثلا أعلى حد جايب 70% هياخد 70% في الرغبة الأولى المهمة بقى أنا بالنسبة لي لو أنا طالب في الدفع دي أعرف أنا فين من السبعين أنا فين من هذا الرقم أنا فين من المتوسط فين من المجموعة العالية اللي هما شطار سواء جابوا 70 أو 90 أنا فين منهم فأول حاجة نفتكرها أن العرض اللي موجود في هذه الصور عرض نسبي مش أرقام مطلقة يعني بمعنى آخر أنا عارف كل الناس بالدور تب قولي جبت كام بالزبط والأهم من جبت كام بالزبط لو بصينا على الرسمة دي كيميا أنا واخد 81 تبدو رقم كويس بس أنا لو بصيت على العمود اللي فوق كلمة كيميا بصينا هنا يمين هنلاقي أن أنا قريب من المتوسط في ناس أشتر مني فوقية هنا في المنطقة الخضرة والزرقة يبقى أنا النمرة دي مش حلوة زي ما الرقم بيقول هنا مثلا متوسط هذا العلم رياضيات اتنين عالي جدا بصي متوسط فين الأحمر دا عالي جدا الدفع دي في هذا الامتحان عملين كويس طب أنا قريب من المتوسط أنا كده مش أشتر واحد هنا في الفيزياء ما يمينيش قوي الرقم 52 يمينينا فين من المتوسط وفين من المجموعة اللي هتنافس معها في الآخر في تقول الجمعة إذن عشان نفهم الشكل اللي قدامنا الشكل دا معمول إزاي؟ الأرقام الزرقة فوق خالص أعلى مجموعة بتقول إنه عشرة في المية من مجموعة الطلاب حققوا نمر في المنطقة دي يعني طول المنطقة الزرقة اللي هي من نمر مثلا زي تسعين لو بصينا على الشمال زي تسعين ومية اللي حققوا نمر بين تسعين ومية عشرة في المية من الطلاب فيه تلاتين في المية حققوا نمر في المنطقة دي من أول مثلا سبين لتسعين دول تلاتين في المية من الطالبة اللي حقق نمر في المنطقة الصفرة أربعين في المية من مجموعة الطلاب اللي هي مثلا من خمسين لسبين عشرين في المية من الطالبة جابوا نمر أقل من خمسين معنى كده إن كل ما المنطقة الرمادي زادت كده الدفع مستوى أعلى يعني بص كل الدفع هي مثلا هنا 80% في المنطقة من الأصفر فما فوق في بص هنا 80% من الدفع جابت نمر أعلى من 85 في الرياضيات بينما في مادة تانية لو قسمنا 10 أو 30 أو 40 دول 80% 80% في اللغة العربية جابوا فوق الأربعين و20% جابوا تحت هذا الرقم وهكذا طيب ايه فايدة المشهد ده؟ فايدة المشهد ده ان احنا مش بنتكلم هنا على نجاح وسقوطي يعني ما فيش خط بنقف عنده في أي مادة ونقول لو جب تقل من هذا الرقم انت ساقت مش عادي نستخدم كلمة ساقت ونجح خالص احنا في قراءة ده كل اللي يهمنا انا موقفي التنافسي ايه بالزبط؟ انا في المادة دي فين من زميلي متوسط الدفع هو المسلس الاحمر وبالتالي انا عرفت كده لو انا ذكرت بتاعي انه انا هنا اقل من متوسط الدفع بحبة مش بطلين معنى كده ان في اللغة الفرنسية انا لازم اشتغل على نفسي كل اللي همنا الرسالة للطالب هي ايه النقط اللي محتاجي اشتغل عليها اكتر عشان المرة الجاية ابقى موقفي التنافسي اعلى انا كل اللي عاوزوا ان المرة الجاية مش عشان يبسط الوزارة عشان يحقق حلمه في التنسيق في الاخر لانه هو في التنسيق الطب اللي هو اكبر رغبة هياخد منين من فوق لتحت فياخد الناس اللي في المنطقة الزرقة لحد ما مقاعد الطب تخلص ويبتدي ينزل بقى انا وجودي كل ما وجودي طلع فوق كل ما كان احصل احنا هنبعط لحضراتكو خلال ايام نفس الكارت بتاع النتيجة بس هنزود عليه عمود اسمه التقدير العام بمعنى اخر زي في الجامعة كده فيه تقديرات في المواد وفيه تقديرات عامة هنجمع كل النمر اللي حققها الطالب في كل المواد ونعمل عمود بقى تقدير عام بحيث نوريه متوسط زميله فين وهو فين منهم في العموم بعد كده مفروض الطالب واوليه امره لو مهتم يبص معاه على المواد ويشوفه ومحتاج يطلع النقطة السودة بتاعته فين فقانه مادة يطعب فيها شوية زيادة عشان المحاولة اللي بعدها يعلى في التقدير العام كل ما علينا في التقدير العام كل ما فرصنا في تحقيق رغباتنا في التنسيق هتعلق وبالتالي ولو تانية سنوي كل الامتحانات اللي بنعملها هدفها ان كل واحد من الولاد يعرف مستوى الحقيقي فين عشان يقدر يشتغل عليه وعشان ما يتفاجئش في السنوية العامة بان هو مش قادر يحقق الرغبات بتاعته فبيدي له صورة هو فين من زميله وبالتالي ما يبقاش فيه هنا حاجة سماء امتحان صعب ولا سهل احنا مش بنعمل مقارنة بين اداء الطالب والمطلق بنعمله بنقارن اداء الطالب بزميله يعني لو كان اشتر واحد في الدفع في مادة معينة جاب تمانين يبقى كل الولاد اللي جاب بقى تمانية وسبين مشطر جدا لانه قريب قوي من تمانين مش الفكرة في الرقم الفكرة انا فين على هذا العمود قريب تحت المتوسط ولا فوقه ولا في المنطقة اللي فوق الزرقة الزرقة دي هي العشرة في المية من الولاد اللي جابوا اعلى درجات المجموعة اللي تحتها 30% من الولاد جابوا درجات في المنطقة الخضرة و40% جابوا في المنطقة الصفرة و20% جابوا في المنطقة الروماتش ده كده معنى الصورة الفكرة من التقييم في العموم والامتحانات بتاعت اولى وتانية سنوي انها اعداد للولاد يتفهموا نوع الاسئلة ويقيسوا قدرتهم بدقة في المواد دي عشان يحسنوا منها ليه للسنة النهائية اللي هي كانوا مستهدفينها عشان يعرفوا ينفسوا على دخول الجامعة لو انا غشيت الامتحان او ما جيتوش او احنا عملناه في البيت وهو قرر انه يعتمد على حد تاني هو فقد الفرصة الحقيقية انه يعرف موقفه الحقيقي في التنافس مع زميله لو الدفعة كلها تم تسريب الامتحان لها هيحصل ايه؟ هيجي لنا عمود زي ده العمود ده بيقول انه الدفعة كلها جايبة نيمر مثلا خمسة وتسعين من مية في الرياضيات بص متوسط فين؟ خمسة وتسعين يعني كلهم يا من تسعين لمية طبعا ده مش واقعي يبقى انا كطالب ما استفدتش من ده في اي حاجة لني معرفتش لما ما يبقاش مسموح ليبلغيش بقى مستوية فين؟ الفكرة ان احنا مش بنتكلم هنا على نجاح وسقوط بمعنى خمسين في المية وتحت خمسين تبقى سقط لها مش نقول كده خالص احنا هنتكلم على التقدير العام واذا التقدير العام مش في المادة التقدير العام كان اقل من مستوى معين هنقول ده اسمه تقدير ضعيف زي كده في الجامعة في ضعيف ومقبول وجايد وجايد جدا ومتياز اقرب تشبيه يعني لو انا ضعيف يعني معنى عدد كبير من المواد كده بنقول للطالب انت مش جاهز تطلع السنة اللي بعدها لان كده موقفك التنفسي ضعيف جدا فمن الافضل انك تعيد هزي المواد ولكن مش هنقول نجاح وسقوط على مستوى المادة احنا بنقول انا فين من زملائي بهدف ان انا طول الوقت ابقى شايف موقفي التنفسي ومحتاج اشتغل على نفسي في انوماد اه اتمنى يكون الكلام ده واضح لان في الحالة دي لو فهمنا ده هنعرف ان احنا مش مفروض نبقى معنيين بحاجة اسمها تقفيل الامتحان او جبت كامل ان النمرة هنا نسبية مش هي الهدف السؤال الحقيقي انا في انومادطقة انا في المجموعة اللي فوق نمرة واحد ولا اللي تحتيها الخضرة ولا الصفرة كل ما عليت كل ما كان احسن اه كده اتمنى ده يبقى واضح الامتحانات بتاعة اه الشهر اللي فات كان فيها نوعين من المشاكل بعضها اه تقني خاص بالشبكات الاتصالات وده اشتغلنا عليه وتم حله مع وزارة الاتصالات ولن يسبب مشكلة في اي حل مستقبلي ومن يسقط على السنوية العامة السنوية العامة لن تستخدم نفس التقنيات اللي استخدمناها وبالتالي الاسقاط عليها غير سليم اه الحاجة التانية موضوع الغش موضوع الغش احنا اه بنواجهه ايام ما كانت الامتحانات حتى ورقية زي البوكلت باساليب مختلفة من حيث مين اللي بيرائب واللي جان فين وفي ناس بمعها عصيان عشان عدم دخول التليفونات ولكن احب حضراتكو تبقوا وعين له تماما انه احنا بندي خدمة للولاد في اولى وتانية سنوية رحلة تجهيز من اولى وتانية سنوية لما هو قادم في تالت سنوية لتحقيق الهدف بتاع كل اسرة مصرية ومفروض انه في الحالة دي اكتر الناس اهتماما بيكون الطالب نفسه او ولي امره او الاتنين ان احنا عاوزين امتحانات اكتر عاوزين نعرف احنا فين من زميلنا اللي هينفسونا هم هم لما نوصل لتالت سنوية الوضع اللي انا فيه في التأدير العام هو بالزبط اللي هيبان لمكتب التنسيق وبالتالي لو انا كانت تأديري العام مثلا هو ده يبقى انا عرفت ان انا فوق المتوسط بحاجة بسيطة فوقية ناس كتير جدا هتاخد الرغبات الاولى كلها يعني انا احتمال ان يحقق الرغبة اول عشرة وليل لو انا عاوز اكتهد لسه عندي سنتين اعلى بالنقطة دي ادخل نفسي في المنطقة الخاضرة ثم الزرق ده كل المطلوب فاحنا مش عاوزين نتكلم على النجاح وسقوط هنا احنا منتكلم انا جاهز قد ايه لهدفي في نهاية الطريق ده الهدف من هذه الصورة بسبب ان فيه اول وتاني يوم في الامتحانات كان فيه بعض المشاكل في الشبكات وليست مشكلة الولاد بالاضافة الى انه حصل اخلال بتكافؤ الفرص كبير جدا لان فيه كثير من الاولاد ما كانوش عارفين الهدف من كل ده كانوا متهقلهم ان الفكرة هي النجاح ان انا اجيب نمره وخلاص ده اخل بقيمة النتيجة كما ينبغي وبالتالي اللي احنا هنعرضه على حضراتكم بعد كده اللي هيحصل في الشهور الجاية هيحاول يعالي